أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاماً وتغريبه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات النتجة عن جريمة التربح وحجب السلع عن الأسواق كما أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات كانت تهيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين الأمر الذي سهم في ارتفاع أسعارها ترجمة نانسي قنقر